موسيقى 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 ما هي جريمة الفسد طبعا ستطروا على المصطلح الفسد لان علاقات رجل وامرأة كان اللي يعتبرها من ناحية الحقوق هي علاقة رضائية وكان اللي تعتمتها في الشريعة الإسلامية كانت تعتبر زيناء وفي القانون الجنائي المغربي اعتبرها جريمة وسمها الفسد ونص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 490 القانون الجنائي اللي قال لنا المشرع لأنه إذا كانت علاقة جنسية بين رجل وامرأة ما يربطش بيناتهم علاقة زوجية إذن بالنسبة للعناصة تكويني لها الجريمة وللأركان الأساسية باش نكونوا أمام جريمة الفسد خلص يكون ما بين رجل وامرأة أولاً وتكون علاقة جنسية بمعنى علاقة حميمية أخرى غير علاقة جنسية لا يمكن أن تعتبروا فساداً يعني جوجة الناس سيكونوا مرسول جنس بأوضاعه الطبيعية اللي هي الإلاج بمعنى إذا لم تكن هناك علاقة جنسية لا يمكن أن نضعوا على قيم هذه الجريمة أيضاً ويكون هذه الناس ما يربطش بيناتهم علاقة زوجية وليس عقد الزواج يعني المشرع ما استعملش توفر على عقد الزواج استعمل علاقة زوجية لماذا؟ لنسجم مع الفقه الإسلامي ومع مدونة الأسرة للي طبعاً الكتابة تتقع عقد الزواج لا تشكل شرطاً لصحة الزواج بمعنى أن الزواج يمكن أن يكون صحيحاً وسليماً إذا توفرت فيه الأركان وشروطه الشرعية الأساسية وهي الصداق الإجابة والقابولة الرضاة الزوجة والزوجة وجوجة الشهود المسلمين لا يكون لديهم موانع الزواج لما الوقت لا يسمح لكي نذكرها هنا يوجد واحدة مسألة مهمة فهذا الجريمة الفسد كيف هي الإثبات لكي تبتد الجريمة؟ طبعاً جميع الجلائم في القانون الجنائي تخضعوا لحرية الإثبات الشهود القرائن الاعترافات وكل الآثار اللاضيئين إلى آخره يعني حرية الإثبات الجنائي إلا هذا الجرائم الفساد وجرائم الخين الزوجين المشرع تدخل بشكل مباشر وحدد بمقتضى المادة 493 من القانون الجنائي الحالات الإثبات بشكل حصري لا يمكن التوسع فيها حالة الأولى تكون حالة تلبس يكون يحررها يعينها ويرصدها ويرصدها ويحررها ضابط الشرطة القضائية نضروع على حالة التلبس الجنسي بمعنى أن يدخلوا البوليس والدار ويرقوا واحد السيد والمرأة في وضعية جنسية التلبس الجنسي بمعنى أن يشربوا وقتين ولا قلسين متكين ولا تسنتوا الموسيقى ولا معانقين ولا غناء سين واحد واحد ولا جريمة الفسد لأن المشرك يشترض قيام علاقة جنسية وهذه العلاقة جنسية هي التي تكون موضوع حالة التلبس أيضا ولا يكون اعتراف تضمنتهم كاتبة بمعنى أن تكون هاد السيدة ولا هاد السيد كي يديروا اعترافات في رسائل أو في مصاجات ولا في التدوينة لهم كي يعترفوا بشكل مباشر ماشي بوجود علاقة ماشي بوجود علاقة حميمية ماشي بوجود علاقة عاطفية ماشي بوجود علاقة حب بوجود علاقة جنسية بينهما وقيام هذه العلاقة بحرمت يقول له البحر حضرنا فعلنا فعلنا أمور جنسية توحي وتثبته بشكل لا يدعو مجال للشك بعلنا أن هذه الأشخاص مرسوم الجنس هذه اللولة الوسيلة الثانية للإثبات وهو وسائل حصلة مهم كيف تسعو فيها؟ وهي اعتراف قضائي اعتراف قضائي هو أن هاد الناس يجيوا قدام القضاء اعتراف قضائي ماشي يقدار قدام البوليس يقدار أمام جياتين قضائية أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قضاء الحكم ربما المشغيع باش يحمي لأنها دي جرائم حسسة وخصص يكون فيها هاد حالة التلبس وهذا الأركان والعناصر اللي ذكرنا هي باش ما تفتعد تسد الباب على أي محاولة اللي قد في المحصنات أو محاولة لاتهام الأشخاص بهذه الجريمة وصناعة وسائل إثبات ضده على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبررا به